الزمالك برضو كان عندهم مشكلة المحامي الإيطالي اللي كان مسك الأضايا بتاعت الفيفا كلها ما كانش بقاله فترة من المجالس السابقة ما بياخدش مستحقاته فاللجنة اللي بتدير نادي الزمالك أستاذ عماد البناني والأستاذ أحمد فؤاد الوطن اللي هو المدير المالي لنادي الزمالك حاليا دفعوا جزء كبير من مستحقات المحامي الإيطالي اللي بيتابع الأضايا بتاعت نادي الزمالك في الاتحاد الدولي ودي خطوة كويسة جدا طبعا من إدارة نادي الزمالك أسور يمبرح في المؤتمر الصحفي بعد المطش قال إنه هو جاله عرض كان جاله عرض من البرازيل بس هو رفضوا وإنه هو يعني متمسك بالزمالك وإنه هو سعيد في مصر والكلام ده طبعا عرفنا سألنا إن العرض اللي كان جاله من البرازيل مقابل 30 ألف دولار وهو بيقبط في الزمالك 90 ألف دولار فطبعا أكيد هيبقى في نادي الزمالك إن الفرق كبير يا شكرا